السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا اليوم محاضرة نكمل فيها الحديث عن الأسماء الموصولة المشتركة كنا قد تحدثنا عن بعضها ونكمل اليوم عن الأداتين الأخيرتين وهن نبدأ بذو وبعدها ذا بمعنى الذي ذو وتستعمل موصولة عند طي فقط من قبائل العرب ذو قبل ذلك ذو بمعنى صاحب لكن هنا ذو تستخدمها طي شمال الجزيرة العربية بمعنى الذي عند طي فقط في قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت فذو هنا بمعنى التي هنا لأنه قلنا اسمه موصول مشترك يأتي بمعنى الذي التي اللذان الذين اللاعب لو حذفنا ذو هنا وقلنا وبئري التي حفرت وبئري والتي طويت المعنى الصحيح ولطيء في ذو لغتان أو لهجتان الأولى أن تكون بلفظ واحد للمفرد المذكر والمثنى للمفرد أو المثنى والجمع سوكا مذكرا أو مؤنث والجمع المذكر والمؤنث كله بلفظ واحد فتقول جاء ذو فاز أي جاء الذي فاز جاءت ذو فازت أي جاءت التي فازت جاء ذو فاز أي اللذان فاز وذو فازت واللتان فازت وذو فاز أي الذين فازوا وذو فزن أي اللاعي فزن فهي هنا تأتي بنفس الصورة بنفس النطق بنفس شكل الحرف الأخير في حالاتها جميعا جمعا ومفردا ومذكرا تذكيرا وتأنيثا أما الطريقة الثانية لطيء في تعامل مع ذو بمعنى الذي هي إدخال بعض التغييرات عليها عند استعمالها للمفرد والمؤنث للمفرد والمؤنث فيقال ذات ذات للدلالة على المفرد المؤنثة وللجمع يقول ذوات بدل الله يعني الطريقة الثانية عند بعض طيء يقولون في المفرد المؤنثة ذات وللجمع الإناث يقولون فيها ذوات والمشهور من إعرابها هو بناؤها على السكون اللي هي ذو أما ذات وذو فالمشهور بناؤها على الضم يقول لهجة الأولى عند طيء على ذو فقط بلا أي تغييرات في جميع حالاتها تكون مبنية على السكون أما بعضهم من طيء عند المؤنثة يقولون ذات وعند جمع الإناث يقولون ذوات تكون مبنية على الضم وأيضا هي اسم الموصول الأداة الأخيرة التي تستخدم اسما موصولا مشتركا هي ذا ذا والأصل كانت أنها اسم إشارة كما تقدم في أسماء الإشارة لكنها قد تستعمل بمعنى الذي اسما موصولا للعاقل وغير العاقل للمفرد للجمع ولكن بثلاثة شروط ولكن بثلاثة شروط يبقى ذا تستخدم اسم الأصل فيها أنها اسم إشارة ولكنها قد تستخدم اسما موصولا بثلاثة شروط أشرت الأول أن تكون للإشارة وليست معذرة أشرت الأول أن لا تكون للإشارة ألا تكون للإشارة كيف أعرف أنها للإشارة أم ليست الإشارة علامة كونها للإشارة دخولها على مفرد يعني يكون بعدها اسم مفرد وليس جملة وليس جملة كقولك من ذا الكاتب أي من هذا الكاتب أي من هذا الكاتب لأن الكاتب هنا مفرد لأن المفرد لا يصح أن يكون صلة جملة صلة لا يصح أن يكون جملة إلا لألف فقط وبشروطها فإذا كان بعدها لفظ واحد مفرد وليس جملة أو شبه جملة فهي ليست اسمها موصول بل هي للإشارة يبقى الشرط الأول لعمل ذا اسم موصول ألا تكون للإشارة الشرط الثاني أن تكون مسبوقة بكلمة ما أو من لاستفهاميتين بما أو من لاستفهاميتين الشرط الثاني نحو قولك ماذا عملت من الخير ماذا عملت من الخير انظر بعدها عملت جملة كاملة هنا ومسبوقة بماذا هنا بما لاستفهامية وكذلك من ذا عندك أهيذا وبعدها شبه جملة تصلح أن تكون شبه الجملة هنأخذها قريبا إن شاء الله تعالى تصلح أن تكون جملة صلة وسبقت هنا بمن لاستفهامية ومنها قول الشاعر ألا تسألان المرأة ماذا يحاوله ماذا يحاوله أنحب فيقضى أم ضلال وباطل ألا تسألان المرأة ماذا يحاوله أنحب فيقضى أم ضلال وباطل انطبقت عليها الشروط هنا ما استفهامية وذا هنا ليست للإشارة لأن بعدها جملة فعل مفاعل ومنها قول الشاعر ألا إن قلبي لدى الضعينين حزين فمن ذا يعز الحزين من هنا موصولة معذرة ذا هنا في الشاهدين موصولة وانطبقت عليها الشروط سبقت بمن أو بما وبعدها جملة وهي بمعنى الذي ما الذي يحاوله في البيت الأول التقدير ألا تسألان المرأة ما الذي يحاوله وفي البيت الثاني تقدير ذا بمعنى الذي حزين فمن الذي يعز الحزين الشرط الثالث في كون ذا اسما موصولا مشتركا ألا تكون ملغاة ومعنى ألا تكون ملغا ألا نعتبرها أنها هي وما ومن قبلها يعني ذا وما ومن كلمة واحدة على أنها ماذا لم تفصلها بل هي كلمة واحدة إذا اعتبرت أنها أن الكلمتين أن الكلمتين كلمة واحدة ففي هذه الحالة تكون ملغاة وتعرب ماذا كلها على بعضها مثلا مبتدأ أو أي على حسب موقعها في الجملة مثلا لكن لو اعفصلت ما وحدها استفهمية وذا بمعنى الذي وجملة الصلة بعدها في هذه الحالة تكون ليست ملغا تكون ليست ملغا وليست مركبة مع ما قبلها وهذا إلغاء حكمي لا حقيقي يعني إلغاء في الحكم على اعتبار لك فيها حرية الاختيار تحكم بأنها مركبة مع ما قبلها أو كل منهما منفصل لكنها اعتبرت جزءا لأنها اعتبرت جزءا من كلمة استفهمية أصبحت كلها ما كأنها كلمة واحدة كلمة استفهمية وليست ما فقط الاستفهمية وذا الاسم المنصول لو اعتبرتها كلها كلمة واحدة في هذه الحالة تكون ملغا وليست بمعنى الذي بل التركيب كامل ماذا كله اسما للاستفهم فمثلا قولك ماذا عملت ماذا عملت يصح فيها اعتبارا تعتبر ما الاعتبر الأول تقول ما موصولة على إن معذرة ذا ذا موصولة وتكون ما مبتدأ وذا خبرها شوف ازاي الحالة الأولى نبدأ أن اقوله من جديد الحالة الأولى اعتبارها موصولة صح كما ذكرناه تكون في هذه الحالة ما مبتدأ وذا خبر لأنه اسم موصول والأولى اسم استفهم مبتدأ هذا مبتدأ وذا اسم ما استفهمية مبتدأ وذا اسم موصول خبر وكلمة عملت تكون صلة الموصول لما حل لها من الاعراب والعائد محذوف ويصح الوجه الثاني هذا الوجه الأول أما الوجه الثاني يصح أن تعتبر ماذا كلها اسم السفهام مبني وعملت بعدها فيكون الجميع اسم السفهام مبني اسم السفهام مفؤول به مقدم والفعل بعدها ومرتبط بالفعل بعدها عملت يبقى أن نقول مرة أخرى ماذا يصح فيها وجهان اعتبار ما وحدها السفهامية وذا خبرها وهو اسم موصول بمعنى الذي وعملت جملة الصلة الموصولة لا محل لها من الإعراب الإعراب الثاني أو الوجه الثاني أن تعتبر ماذا كلها اسم السفهام مبني في محل النص مفؤول به مقدم بذلك نكون انتهينا من الأسماء الموصولة المشتركة فإلى تتمة الحديث عن الأسماء الموصولة وجملة الصلة فإلى لقاء يتجدد إن شاء الله موسيقى موسيقى موسيقى